ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير طمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين هذه الآية ممكن تسميها آية العلاقة المشروطة ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه قسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين هناك ثارق ما بين العلاقة مع الله بشرط المنفعة وعلاقة فيها رجاء المنفعة وإحنا بنتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى عارفين كلنا زي ما سيدنا رسول الله قال الخير كله في يديك وبالتالي إحنا بنتأمل من ربنا سبحانه وتعالى وبنرجو من ربنا خيرات كتيرة بالذات لما يكون الإنسان عمل حاجة من اللي ربنا وعد لما عملها يديني خير ولكن ربنا سبحانه وتعالى له حكمة في إدارة بلاش إدارة بقى في تدبير شؤون العباد ولو العبد أقر من جواه إن ربنا كامل لا يخطئ مش الطبيعي إنه يشترط على ربنا وده اللي حصل وده سبب نزول الآية إن في مجموعة من الناس أسلموا حديثا في المدينة ثم اشترتوا وده القصة اللي فيها سبب النزول لو بعد ما أسلمنا مراتتنا خلفوا ولاد زمان العرب يحبوا خلفة الذكور والخيول بتاعتنا أنتاجت خيول أصيلة جميلة قوية وبقى فيه صحة وفيه وفرة في الفلوس يبقى الدين وربنا حاجة حلوة اللي إحنا إيه اختيار الجديد ده لكن لو أسلمنا ولقينا تحديات في حياتنا يبقى إحنا ما انتفقناش على الكلام ده وكأنهم عبدوا الله على شرط المنفعة وليس على رجاء المنفعة وهنا لازم نتوقف نتوقف عند كل إنسان عمل حاجة ثم رجع من ربنا أنه يكرمه ثم تأخر هذا الإكرام عادة إحنا غلابة لما بنعمل أي حاجة ربنا سبحانه وتعالى عارف إيه لما حد يلحق حد على طول دايما ربنا بيكرمنا لأن إحنا ساعات كتير ما بنستحملش تأخر العطاء يعني مثلا وما أنفقته من شيء فهو يخلفه فأنت تنفق ربنا يرجع لك على طول بس المهم يبقى أنت عندك بصيرة تشوف عطاء ربنا المادي طلعت جنيه يرجع لك عشر جنيه أو يرجع لك حاجة تانية في الدنيا من المنفعة والبركات قد عشر أضعاف اللي أنت طلعت المهم بس نشوف أو مثلا واحد يترك شغل حرام فربنا على طول يكرمه بشغلان حلال وفيها وفرة كتير ربنا بيعمل كده ولكن في بعض الأوقات ما تعمل أنت الحاجة لتستحق العطاء من ربنا ويكون فيه فترة تدريب على تحمل الفقد فترة تدريب على الإيمان بربنا بدون نفع ولا مصلحة والإخلاص لله لأنه هو يستحق الإخلاص مش بس عطايا مش مؤمن بيه عشان أخد منه حاجات كتير ربنا بيعملها معانا ممكن يبقى نفعها أكبر بكتير من العطاء اللي أنت مستني من ربنا فإذا اشترت العبد على ربنا شروط معينة فربنا خالفها بحكمته خالف اللي أنا عايزه يعني يزعل العبد يقول لا أنا عملت اللي علي وكأن الله حاشاه أنه يوعد ويخلف أول ما العبد يغضب الغضبة دي أو الصخطة دي أولا رقم واحد ده سوء ظن بربنا هيخلي فيه بينه وبين ربنا حواجز كتير أنا مش هارف يدعي مش هارف يصلي هيتحط بينه وبين ربنا كده شيء هو اللي حطه الإنسان يحجب نفسه عن الإحساس بالأمان مع الله تاني حاجة مش هيبص للابتلاء أو تأخر العطاء اللي في حياته ده مش هيبصه نظرة المبصر نظرة الباحث عن حكمة ربنا زي ما تروح عند الدكتور وتشترط عليه تشترط يشفيك من غير ما تتألم الله طي مش يمكن اللي فيك محتاج بعض الألم حتى يتم الشفاء ولو الطبيب خليك تتألم يبقى الطبيب أخفق وفشل في علاجة شرط يخليك أنت ما تكونش مستريح مع الطبيب وحتى لا تنتفع بهذه الألم لأنه فيه ناس كتير تألمت فبدأت تدعي وتتصدق وتقف على باب ربنا وتتحمل وتفهم يعني إيه فقد وتعرف طعم النعمة فلما جاء العطاء من ربنا بقى عنده عطاء وعنده قلب موصول بربنا لكن مش زي صاحبنا ومن الناس من يعبد الله على حرب فإن أصابه خير اطمأن به آه سحطلع ربنا زي ما أنا فاك وإن أصابته فتنة انقلب على وجه شوف وإن أصابته فتنة كان اختبار قال لك لا خلاص أنا مش حابب السكة دي مش زي ما توقعت خسر الدنيا والآخرة سيدنا يونس عليه الصلاة والسلام نبي نبي كما يقول المفسرين ساب قومه عشان مش بيسمعوا الكلام وراح يدعو ناس تانيين ركب السفينة كانت زحمة جدا إذ أبق إلى الفلك المشحون مشحون بشر فالقبطان قال للسفينة هتغرق تعالوا نعمل أرعة عمل أرعة طلع سيدنا يونس قالوا انت عبد صالح مش هنرميك أرعة تانية طلع سيدنا يونس الله يا رب هتسبني هترمي في البحر مش داللي كان جوه قلب سيدنا يونس خالص أرعة التالتة هو ورمو في البحر قال فساهم فكان من المضحضين اللي جات عليه الأرعة سيدنا يونس يونس فبعدين لما وقع في البحر والتقمه الحود قال وذنوني الذهب مغاضبا فظن يعني تأكد ألا نقدر عليه ربنا مش هيدايق عليه طب ده انت سيدنا يونس بعد الأرعة تطلع عليك كل مرة لو حد تاني إيمانه مش جاهز للمشهد ده يقول يعني مستقصد لنا بقى ولا ايه ولا ايه الحكاية عارف الألفاظ اللي احنا بنقولها دي الألفاظ دي محتاج تراجع ثقتك في تدبير ربنا لشؤون عباده قال فظن ألا نقدر عليه مش هنضيق عليه فنادى في الظلمات قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له فنجيناه وبعدين دعا الناس إلى الله وأسلم معاه أكتر من مئة ألف واحد وربنا فتحه والقصة دي عشان الواحد يدرك لو تأخر الفتح أنه ما يشكش في وعدة ربنا سبحانه وتعالى مش بس كده ده سيدنا إسماعيل ابن سيدنا إبراهيم سيدنا إبراهيم يشوف أنه بيتباحه ويقول له يا ابني ربنا قال لي كده قال يا أبا تفعل ما تؤمر مش ربنا اللي قال خلاص مش من عندك من عند ربنا ستجدوني إن شاء الله من الصابرين يعني الثابتين عند أحكام الله وبالتالي كنز آية النهاردة ثق في الحكيم إن لم تفهم الحكمة وثق في المدبر وإن تأخر العطاء ثق في الحكيم وإن لم تفهم الحكمة وثق في المدبر وإن تأخر العطاء ودايما تكسب دينك وتكسب علاقتك بربك حتى ولو فقدت أشياء في الدنيا تسمع الآية تاني ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين ربنا يعافينا ودايما نكسب حب رب العالمين